الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم يطاع فيشكر ويعصى فيتجاوز ويغفر القلوب له مفضية والسر عنده علانية سبحانه وتعالى عما يشركون وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخواني في الله تعالى بقي لنا أسبوعان على شهر رمضان نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان واكتب لنا فيه العمل الصالح وتقبله منا برحمتك يا أرحم الراحمين وندعو الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر الكريم دفعة لنا إلى باقي العام يعني أنا أتمنى من نفسي وإخواني أن نكون قد أعددنا أنفسنا لهذا الشهر الكريم فرمضان هو شهر القرآن كما نعلم شهر الصدر شهر الإيمان شهر الصيام ولكن كلنا يتذكر القرآن فقط في رمضان ولكن يجب أن نكون مع القرآن طوال العام وفي رمضان نستذيد من القرآن فنقوم به بالليل ونقرأه بالنهار وندعو الله عز وجل أن يفهمنا ونتدبر القرآن واليوم أريد أن أأخذكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع القرآن القرآن كما تعلمون نزل به الروح الأمين على رسولنا صلى الله عليه وسلم في ثلاث وعشرين عاما فلم ينزل مرة واحدة ووضح لنا الله عز وجل لماذا نزل القرآن في ثلاث وعشرين عاما كذلك لنثبت به فؤادك حينما تكون في موقف معين وتحتاج إلى شيء ما حينما تكون مريضا وتحتاج إلى الدواء يكون أعز شيء عندك هو الدواء لأنه هو الذي سوف يشفيك كذلك القرآن القرآن فيه دواء وشفاء لكل شيء الله سبحانه وتعالى سيد يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فيه شفاء فيه هدى فيه رحمة فيه كل شيء ولكن أتحتاجها الآن قد لا تحتاجها ولكن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا والله عز وجل أمرنا أن نكون دائما في احتياج إلى القرآن لتفهم معناه أن تتدبره أن تفكر فيه كيف أنزله الله عز وجل اليوم سأحكي لكم موقفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من البعثة بعد عشر سنوات بعد أن أرسله الله رسولا إلى الناس جميعا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام يسمونه العلماء عام الحزن الرسول عليه الصلاة والسلام فقد زوجته التي كانت تواسي وفقد عمه الذي كان يواليه ويدافع عنه ولم يسلم أحد من الكفار إلا قليلا وضاق صلى الله عليه وسلم بقريش أنها لا تؤمن بهذا النور الذي أتى به من الله عز وجل لذلك يقول الله عز وجل لنبينا فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه فالرسول عليه الصلاة والسلام يحس بالضيق والحزن أنهم لا يؤمنون وبقي عشر سنوات في مكة ولم يؤمن معه إلا ثمانون رجلا وأكثرهم من الفقراء فالرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنه أوتي نورا القرآن نور وهدى ورحمة ويحزن على هؤلاء الناس ألا يتمسكون به وفي نفس الوقت يفقد زوجته التي كانت تواسيه بمالها وبحنانها رضي الله عنها خديجة وعمه أبو طالب الذي مات حتى بغير أن يسلم وكان يتمنى رسول الله أن يسلم ولكن الله عز وجل يقول له إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء فمات أبو طالب ولم يسلم فحزن صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ثلاث صور في هذا العام سورة الإسراء سورة هود سورة يونس ثلاث صور إذا قرأتها ستجد حزن رسول الله وهمه وكيف عالجه الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يسرد له في سورة هود قصص الأنبياء جميع نوح وهود وصالح ولوت وإبراهيم وكلهم قد زاقوا الأمر من أهليهم فنوح كفر ابنه وإبراهيم لم يسلم معه أحد وكما تعلمون لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فيسلي الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم ويعلموا أن هذا أمر مؤقت كم مننا الآن يحزن بب هناك فرق بين حزن رسول الله وحزننا الآن نحن نحزن إذا ضاعت لنا وظيفة أو إذا فقدت مالا أو إذا لم تجد عملا أو إذا فارقت زوجتك أو أهلك أو تشاجرت معهم هذا هو أنواع حزننا أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يحزن على الناس أنهم لا يتمسكون بكتاب الله ولكن الله عز وجل الحزن واحد كلنا نحزن ولكن ما المخرج يخبرنا الله عز وجل في هذه الآيات المباركات من سورة يونس الله عز وجل يقول هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم قد أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لإن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين كم منا يكون في هذا الموقف سواء كنت مسلما أو غير مسلم كم من الأيام الآن كم من سفينة هاجت عليها الأمواج وتحدث كل يوم كم من السفن تغرق قليل لأن الله عز وجل يستجيب حتى للمشركين حينما يلتجون إلى الله عز وجل فالله عز وجل يبين لنا أن الدنيا مليئة بالهموم والأحزان والأمواج التي حولك من الذين تحبهم أو الذين لا تحبهم فأنت في الدنيا وحولك كل هذه الأعاصير يوما طيبا ويوما سيئا والله عز وجل يقول لك من الذي يكون لك الله دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين أنت تدعو الله عز وجل يا رب نجيني من هذه الورطة نجيني من هذه المشكلة وسأستقيم على طريقك سأقرأ القرآن سأحفظ القرآن سألازم المسجد وتوعد وتوقن بالدعاء وتلزم نفسك مع الله عز وجل أنك لم تحيد عن طريقه ولكن الله عز وجل يعلم أنفسنا ويعلم ضعفنا فيقول فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون استمع أيضا إلى قول الله عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا بعد هذه الآية يبين الله عز وجل هذه الحياة الدنيا ففيها من الخير والشر وفيها من الفتنة وفيها من الفتنة سواء في الخير أو الشر فلا تحسب نفسك إذا آتاك الله مالا وكنت سعيدا في بيتك أن هذا ليس فتنة ويبلوكم بالخير والشر فتنة الإثنان فتنة نصبر على فتنة الفقر فتنة الجوع وأحيانا لا نصبر على فتنة المال إذا كنت غنيا لذلك الله عز وجل يقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس الأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها هذا هو الرخاء بالقوة والاغترار بالمال والقوة والجبروت حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس ماذا يقول الله لنا عز وجل إذا كنت غنيا سوف تفارق الغنى بالموت إذا كنت فقيرا سوف تفارق الفقر أيضا بالموت إذا كنت مهموما سوف تفارق الهموم أيضا بالموت فكلنا سوف نموت الله عز وجل يغبرنا هذا ولكن يغبرنا ويريحنا نحن المؤمنين بأمر طيب من الله عز وجل يقول لنا بعد هذه الآية والله يدعو إلى دار السلام تريد سلاما تريد اطمئنانا تريد بعدا عن الهموم في الجنة ليست في الدنيا أنت تبحث كل الناس يبحثون عن شيء ليس هنا السعادة ليست في الدنيا والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام الله يدعونا ويعلمنا أن الراحة والاطمئنان والسلام وراحة البال عند الله عز وجل في الجنة ولكن كيف تتبع طريق الله عز وجل كن دائما متصلا مع الله عز وجل بماذا بالقرآن ليس هناك باب إلى الله إلا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لذلك إخواني أخواتي أرصيكم ونفسي بتدبر القرآن اكرأ القرآن إذا كنت مهموما فاكرأ القرآن إذا كنت حزينا فاكرأ القرآن إذا كنت غنيا مترفيا فعليك أيضا بالقرآن فالقرآن فيه كل شيء كما أغبرنا الله عز وجل أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبسارنا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين